ثواني معدودة عاش فيها شاب قطري أثقل قصة رعب في حياته عندما تنفس رائحة الموت الذي يتحرك بخطوات متباطئة أسفل منه فتلاعبت به الظنون في أن تنهش تلك المخلوقات التي لم يسمع عنها خيرا في جسده المبلل بحبات المياه المالحة دون هواداء لكن رغبته في الحياة وتمسكه بآخر خيوط الأمل صنع المفاجأة فما هي القصة؟ في لحظة واحدة تبدل الشعور باللذة بآخر أكثر خوفا من مصير غير محمود عندما وجد شاب قطري يسبح في مياه الخليج العربي وجد نفسه يقف أمام خط النهاية وينتظر بين الحين والحين قصة مأساوية تجسدها أسماك القرش الجامحة على أرض الواقع يكون هو وحده ضحيتها المفضلة وبرغبة مفرطة في استكمال مسيرته الحياتية ووسط دعوات تشجعية من أصدقائه الذين ينادونه من أعلى مركب الصيد بالتحلي بأقصى درجات الحيطة والحذر وهو يتحرك في رحاب المنطقة المحرمة التي تسبح فيها أسماك القرش قرر الشاب القطري أن يخرج من قلب هذا المجهول سالما آمنا في الوقت الذي ربما خففت المشاعر المختلطة التي تظهر في مقطع الفيديو المصور عليه قصوة الموقف الذي يعيشه للمرة الأولى في حياته فمع أصوات الضحكات العالية من أصدقائه ظن أن الأمر سهلا لكنه كان يعلم جيدا في قرارة نفسه أن ما يحدث من أصدقائه ما هو إلا هستيرية طارئة بسبب الواقع المثيرة وفي النهاية تمكن الشاب القطري من الوصول إلى بر الأمان دون تلامس بين أعضائه وأسماك القرش المحيطة به من كل حدب وصوب والتي كانت تتحفز لأن يبدأ الشاب النزال بتلامس غير مقصود تستخدمه كحجة للدفاع عن نفسها في مواجهة الخطر المحدق بحياتها لكن حذر الشاب حيطته حلا بين القروش الهادئة وبين مفتغاها في استخدامه كوجبة طعام وبعد أن كتب له عمر جديد قطع على نفسه عهدا بعدم مباغة الوحوش الضارية في ملعبها مرة أخرى لا في البر ولا في البحر بعدما صنعت مشاعر الخوف بنفسه ما لم تفعله القروش بفعلها القاسي في جسده الذي لا حول له ولا قوة وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي في قطر مقطع الفيديو الذي صوره أصدقاء الشاب والذي كان قاب قوسين أو أدنى من أنياب القروش على نطاق واسع وسط تشكيك كبير في صحة المقطع حيث أشرت بعض التغريدات أن المقطع المصور ربما تم التلاعب فيه ببعض المؤثرات البصرية فيما أكد ناشط آخر عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى أن الفيديو حقيقي مئة بالمئة لكن ما يدور حول الشاب في المياه المالحة ما هي إلا مجموعة من الدلفين البحرية الأليفة لأنه لو كان في مرمى بصر القروش لفتكت به وصنعت من جسده وجبة طعام دسمة لم يتبقى منه بعدها قطعة واحدة سليمة وأنتم برأيكم هل سبح الشاب القطري بالفعل في المنطقة المحرمة التي تتواجد بها القروش الفتاكة؟